السلام عليكم أحبابي وعزائي التلاميذ نلتقي مرة أخرى مع مادة الاستماع والتحدث مع نفسي الحكاية التي هي وتعطلت الطائرات لكن مع وضعية تواصلية جديدة وهي كالتالي إذن استمعوا إليها سنستمعوا إلى متنها وهو غيطة نستمعوا لغيطة تودع ثم أحاكيها إذن سنرى من ودعت غيطة إذن من عادة غيطة أنها تودع كل أصدقائها وصديقاتها فتابعوا معي ما قالته حين توديعها لليليا ابنة عمتها وحين توديعها لضيوفها وحين توديعها للمسافر إذن غيطة تودع لليا وداعا إلى اللقاء غدا إن شاء الله شكرا إلى اللقاء هذه غيطة وهذه لليا ابنة عمتها قالت لها شكرا إلى اللقاء إذن المتن الثاني غيطة تودع ضيوفا شكرا على الزيارة إلى اللقاء في مناسبة قادمة ودعتهم وقالت لهم شكرا على الزيارة يعني شكرا على زيارتكم لي إلى اللقاء في مناسبة قادمة الضيوف قال لها بارك الله فيك شكرا على الاستضافة نحن بانتدار زيارتك لنا وهنا المتن الآخير وهنا غيطة تودع مسافرا وداعا رافقتك السلامة ضيفها شكرا إلى اللقاء قريبا إن شاء الله إذن بعد أن استمعتم إلى الوضعية التواصلية سأحاول أن سأطرح عليكم بعض الأسئلة وانطلاقا من إجابتكم على هذه الأسئلة إذن استمعوا إليها جيدا لأنني فقط سأرسلوها مسموعة يعني لن أرسلها لكم مكتوبة فقط ستستمعون إليها لأنكم أنتم أيضا سترسلونها لي فقط في رسالة صوتية وانطلاقا من إجابتكم على هذه الأسئلة ستتمكن لنا طبعا من حفظ هذه الوضعية التواصلية وتجسيدها وإرسالها ليه أيضا في رسالة صوتية إذن سأقرأ لكم الأسئلة ماذا قالت غيتا حين توديعها ليليا انطلاقا من الوضعية التواصلية من متن غيتا توديع ليليا إذن ماذا قالت غيتا حين توديعها ليليا وبماذا ردت عليها ليليا بماذا ردت عليها ليليا انظروا بماذا ردت عليها ليليا جيد السؤال الثاني ماذا قالت للضيوف ماذا قالت غيطة للضيوف انظروا ماذا قالت غيطة للضيوف نعم وبماذا رد عليها بماذا رد عليها الضيوف انظروا هنا بما هنا هذا ماذا رد عليها الضيوف والسؤال الثالث ماذا قالت غيطة للمسافر ماذا قالت غيطة للمسافر وهذا إذن ماذا قالت له وكيف رد عليها مسافرها إذن بماذا أردت عليها؟ إذن انطلاقا من هذه الأسئلة التي توجد أجوبتها في المثل هذه الوضعية التواصلية ستجيبون عليها لأن انطلاقا من هذه الأجوبة سنتمكننا كما قلت سابقا من تجسيد الوضعية التواصلية وحفظها وإرسالها لي عبر رسالة صوتية طبعا ودمتم في رعاية اللاي وحفظي وأنا في انتظار إرسالي أن ترسلوا لي الإجابة على الأسئلة التي هي وضعية تواصلية يعني الإجابة على الأسئلة وتجسيدكم للوضعية التواصلية وإرسالها لي في رسالة صوتية طبعا واحد موفق